مشاهدين عادة في كل فقرة لن نعرف عن ضيفنا نتكلم عن سيفي هذا الضيف ونحاول نعرف المشاهدين عن ضيفنا المتواجد معنا بهذا الفقرة إلا أن اليوم ضيفنا أثبت نفسه بنفسه وإنجازاته أصبحت واضحة فأسمه كافي بأنه لكل يعرف إنجازاته اللي حققها فرح يكون معنا بهذا الفقرة البطل عالمي محمد بربيه حياك الله الله يحييكم أشكر أخي أحمد على المقدمة الجميلة الأمانة يعني مقدمة تتصيزر والأمانة إن شاء الله نكون ضيوف خفيفين ونوصل معلومة جيدة بهالمجار رياضة ومحركات بشكل العام وبشكل خاص الجيتسكي ونوصل رسالة كذلك حقا جسادة للمشاهدين المستمعين إن شاء الله يا هلا مرحبا فيك محمد بالبداية ألف ألف مبروك على هذا الإنجاز ودخولك لموسوعة قنس للألقام القياسية فشنو ودك تقول بهذه المناسبة عبر شاشتنا أول شيء الله يبارك فيه شريم مشكوره وما قصرته الحمد لله هذا فضل من رب العالمي سبحانه وتعالى ثم تعاون وتضافر الجهات الحكومية المعنية والجهات الخاصة الدعمة لي في مشوار الرياضي اللي هدعي السنة أنا ما أقول لأهدي هذا الإنجاز إلى حضرة صاحب سوى أمير البلاد شيخ صفال أحمد جابر الصباح وإلى ولي عهد الأمين شيخ نوافل أحمد جابر الصباح وللكويت كافة لأمان يعني هذا شرف لنا جميعا وما كنت يوم من الأيام يمكن يوم كان عملي 16-17 أني أدخل في هذه الموسوعة وأكون يوم من اليوم بطل عالمي ولكن سبحان الله يعني خذيناها كهواية وانتغلت كاحتراف والحمد لله أنجزنا في هذا المجال واستمرنا فيها وإلى الآن إن شاء الله قاعدنا أنجز مشارك إن شاء الله من هلالة يا محمد استهدت الخير لكن أول ما عرفنا الخبر وانتشر يعني أنا صراحة سألت نفس سؤال شلون تم تقييم هل أنت رحتوا حق الكنس رسلتوهم هل الكنس هم رسلوكم شلون صارت القصة شوف القصة صارت أننا من 2007 كمحمد وربيع يشارك فيه بطولة العالم وبالنهاية هذه درية ستبا يستبع لقالة سوهي الدش مبتدأ وتطلع محترف دشيت 17 سنة عمريه و18 بالله صح يوم 2007 كأول مشاركة لي فيئة المبتدئين والحمد لله أنجز فيها كذهبية وبعدها كل بطولة قاعد أروح بطولة العالم تقام سنويا في أمريكا والتحدة الأمريكية في أريزونا بحيرة وليس بحر ممتاز فهذا الاتحاد هذا الـ IGSPA صار له من قارب الآن 38 سنة من 1980 فأنا دشيتها من 2007 2007 أنت بدأ فيها لغاية 2017 فكل سنة الحمد لله قاعد أروحي بذهبية ذهبيتين لأن الجتسكي لفئات كثيرة على المتسابق وعلى الجتسكي نفسه فشاركت في الهدعي السنة هذه والحمد لله كان حصيرتي هي 21 مدالية ذهبية وأنا قاعد أقرب الممسوعة القنس كان فيه شغلة بالي حاطينها بالتوزيون بعدين الربع كان يلي الوفد المتخب الكويل الجتسكي قال محمد لأيش ما تقدم صح مع اللقطة اللي طلعت لنا بالتوزيون سويت سيرتش شفت أنه فيه شخص مقدم عنده 15 مدالية ذهبية عالمية 15 شوف النية صافية لا قدمت 16 ولا قدمت 17 صح قدمت يوم 21 والأمانة المدالية الأخيرة روايد عزيزة علي لأن كانت هي فئة كبار المحترفين تعتبر فئة المصانع نحن نسميها أقوى وأسرع فيها بالعالم في رياض الدرجات المائية في يوم خذية المدالية على طول تم أخذ كتاب رسمي من قبل اتحاد الاجي اس بي كالمنظمة المعترف فيها دوليا في إقامة السباقات الجتسكي وبعدها تم طبعاً إرسال لموسوعة القنس بخصوص الإنجازات ولكن امتدت يمكن لما أنا نتكلم من 5 إلى 6 شهور 6 شهور من تتواصلونهم على أساس أن فقط أول شيء يابون أن هل صحيح النتائج 100% ولا لا ويابون توقيع رئيس الاتحاد ويابون اعتماد النتائج بالموقع الرسمي تبع للاتحاد 100% سليم صحيح ولازم يوقع عليها رئيس الاتحاد ويبلي التاريخ والوقت واليوم والفئة والسنة يعني تفاصيل كاملة ايه فبالعكس هذا شيء حلو يجبرك أن أنت اشتهد وطلع سيفيك اللي أنت يعني أنجزتك بالفترة هذه بالعكس شيء كان وائد جميل فالأمان اشتهدت وبلش أشتغلي يا شاوة بجموعة لأمان اذا بتكرسهم ممكن أنسى الباجي فما بيزعلون فالأمان فيه ناس وائد وقفوا بجانبي يعني هم أعظام متخب الكويت درجات المهية فاشتغلنا على أمور اللي قاعد يزيمين اللي قاعد يبلغ رائق اللي قاعد يختم اللي قاعد يرسلهم فالحمد لله تم قبولي في موسوعة قنس وتم قالوا على الهنجاز الكبير ما أنا بنعطيك رسالة يمكنك بديات شيل ولا أي شركة توصيله خلاص بنيبلك ممثل هي كالممثل الذي عندك وبالعكس يسلمك شهادة بيومها ويتم الإعلان نفس اليوم اللي أنت تسلم فيه شهادة فأمانة الشي صغير وواد كبير طبعا لازم يعرف المشاهد بأن اللي يحصل هذا الرقم أو أن قنس يعلن عنه أنهم حق رغم غياس هذا شيء وايد كبير وهذا شيء وايد عالمي ناس بالضبط تسعاله سنويا وتصرفوا منافسة بس يعني ريم بس عندي هذا السؤال لمحمد عشان نوضح للجماهير اليوم اللي يبي يكسر رقم محمد يبي له 6-7 جدام عشان يوصل لرقمك صحيح اللي هو رقمهم ستعالي ليش أنا دشيت في ثلاثة أشياء لازم تعرفونها أنا دشيت أغل من ثلاثين سنة حلو عمري 29 دشيتها وان يايب اهدع السنة متتالية يعني كل سنة روك عديب من جازات دشيتها لأني أشارك فئة الجالس في نوعين من الجتسكي اللي هم اللي يوقفون عليه السوبر جت وفي الرنبوت القاعد فعلى هذا الأشياء لازم واحد يبيه مع اساس إكسر رقمي يمكن واحد يبيه خمسين مدالية بس ما يبقى ترقى وراء بعض ترقى ما يبقى عمره 29 ترقى ما يبقى فئة القاعد يبقى كذلك إن شاء الله ما أحد يبقى غيرك فالحمد لله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب تحافظ على هذا الرقم محمد لو بنسألك يعني شنو شعورك يعني بهذا الإنجاز ومو بس كذلك يعني شعور المغربين منك أهلك أصدقائك المسؤولين على هذا الشي شنو كان شعورهم بالنسبة لك شوفي هو شعور جدا يعني جميل لا يوصف لأمانة إذا أتكلم عن هذا الشعور لأنه يمكن داشيت أكثر من بطولة شاركت أكثر من محفل عندي ما يغارب 142 إنجاز يعني مو شوية 142 كاس نتكلم إحنا من أول إلى ثالث فلما يدخلت موسوعة قنس شي ثاني لما أخط يعني نقول إحنا يمكن كان حلم يوم من الأيام أني أنا داش هذه الموسوعة فلما أشي يعني يثلج الصدر وليل يوم هذا الناس بارك لي سواء بالتلفون يعني سوشال ميديا بالتويتر وإنستجرام أي إن كان فالشعور جدا جميل أنه حزتها وبعد هذا الإنجاز يعني ما وقف والله بس محمد خذ الموسوعة وانتهى الأمر يعني من خذينا الموسوعة إلى اليوم صارنا سبعين والناس ما شاء الله إلى اليوم هي تبارك وتمدح في هذا الإنجاز وتمجد يعني والحلوب بالموضوع أطالي سوشال ميديا محمد بأن الناس دائما تقول بأنه خبر محمد ببيع انتشروا بسوشال ميديا بشكل وايد عجيب وانتي سألتين شون الشعور المقربين إذا نسعنا سنعنا كما أنت واصل بشكل مباشر مع محمد دائما فأكيد الأهل الفخورين فيك ورافع رأسهم يا محمد وصلت إلى هذا الإنجاز الإنجازات اللي يا وين راح تكون إن شاء الله شوف دائما أنا أقول الكلمة ورددها أنا ما راح أخذ جيري وجي غيري خلاص دائما أقولها دائما أقولها هنا بك هل توضحها شوي إي يعني الحمد لله أنا مسيرت رياضية كنت حاطب بالي شيء هدف يعني قدرت أني وصلها وأني حققها والحمد لله يعني شيء اللي ما يصير هذا الله ما أكتبه لك صحيح فالحمد لله اشتهدنا اشتغلنا في هذا المجال وأنجزنا البطولات اللي بناها الحمد لله يعني هاي تترك بصمة جميلة للكويت ولكن أنا دائما أقول أنا أحب أطلع جليديد أساعد ديليديد بالعكس يعني إنما أستغل الشباب هذول يعني إحنا بالكويتش عندنا غير البحر إذا موت خاطك ولا ودعمك عنده جيتسكي ما عندك لا يوجد شيء فبالعكس راح نحاول نتبنى هذا الشباب ونوديهم عندنا نادي البحر رياضي كويتي كالجهة المعنية في رياضات البحرية البحرية فإن شاء الله أنه مؤسس راح تكون تأسيس أكاديمية تعليم للجيتسكي مو شرط كسباق مهارة استخدام الجيتسكي فن القيادة ونفس الوقت حق اللي يريدش استباغات فالواحد يسعى وإن شاء الله نتعب من وراه الشيء نقدم شيء جميل حق ديرتنا لكويت إن شاء الله إحنا محمد تكلم عن إنجازات وفعلا فخورين بهذا الإنجاز اللي حققتها لو بنتكلم عن الرياضة نفسها بشكل مفصل اللي هي الدراجات المائية يعني هل إيه تعتبر رياضة صعبة سهولة في أن الواحد يتعلمها اللي يريد يتعلم من أي عمر لازم يبلش عشان يحقق إنجاز في هذا الشيء صح في رياضة الجسكي ممكن الناس تقول بس سوق جسكي وخلص لا في راح تحوشك وقت السباق عوامل نقول نحن تضاريش الجو يمكن يصير مو يمكن وقت السباقات اللي أنا قاعد أشارك فيها كلها ببحيرة صح مو ببحر فيختلف أجوانا عن جوانهم تختلف وضع السباق نفسه فالأمانة رياضة متحبة تحتاج يعني قوتهم واحد يشتهد في لياقتها البدنية يمارس رياضة في النادي الصحي أثنين لنزم يمارس الجسكي يعني أنا بتكلم محمد ورواي محمد ورواي أنزل اليومين بالأسبوع بحر لشتى صيف ربيع لنزم يومين أنزل فيهم بحر وعندي أربعة أيام نادي أو أودور ركض أين كان بنوع من الرياضة وأخذ يوم يومين أف ما عندي مشكلة فالرياضة هذه تحتاج زهد كبير لأمانة وبعدين فيها شوي تفكير وقتها نفس السباق لأن مجموعة كبيرة معاك في نفس الانطلاقة أنت شون تتقدم عليه تستقدم عليه بلياقتك بمسواقتك بفكرك لأنه فيه نفسه هو كمضمار فأنت شون تتجاوز متسابق اللي بعدك والمتسابق اللي وراك ما تخلي طوفك فهي شوي فيها فكر وفيها يعني نقول جهد كبير والأمانة الرياضة متعبة بالنسبة لي يعني لو أنا وخر على المجال هذا تلقى وزني فوق المئة وعشرين لعيلة فالرياضة وايد مفيدة بالعكس يعني ما أخذ منها شوي كأن الواحد يهتم صحتها برياضة البدنية وبالعكس رياضة وايد جميلة يعني وأكيد وإنت رح يعني من خلال إنجازاتك تنقى رسالة للشباب اللي مهتم في الجيت سكي تحديدا بأنه موتكم بس هواية نيطلع البحر بروحها ممكن يستغلها بإنجازات لكن تقل جملة معينة من قرار مثلا الاعتزال بأنه يتجه إلى التدريب وهذه الأكاديمية تكبر بدأ ما يكون عندنا بطل واحد سن عندنا أبطال وأكيد فريقك ما شاء الله في كثير من الأبطال وقابلناهم لكن أقصد بأن يكون في فريق أبطال أكبر أو عدد أكثر من الأدد السابق هل فيه توجه إلى التدريب؟ شوف دائما نحرص عليهم كالسابغين الجدد اللي دشو معنا في متخب لكل درجات أهم شيء دراسة فلما الأمر يمكنني ما جاء خطرين آسف في الأعمار وتتبلش أنا أفضل يعني خمسة عشر ستة عشر يكون يبدي متمارس من الرياضة هذه يسوقها كهواية كوسيلة تسلية بالشالة بأي إن كان بالعكس الفئات عندنا من عشر إلى اثنى عشر جونيور وفيه من ثلت عشر إلى خمسة عشر وفيه بعدين فئات حسب نوع الجتسكي وحسب نوع المتسابق إذا كان هو امتد أو هاوي أو محترف فبالعكس أنا أشوف المتسابق إذا بيطلع صح يأخذ عمر خمسة عشر ستة عشر سنة نفس الشي لماذا جيرك ما تأخذه جير غيرك لأن حزت الثمونة وتسعين لغاية 2006 كنت أقعد على اليال وأشوفه أخوي يتسابق وربعة من الجيل القدامى فنافست أخوي بطولة من بطولات برى الكويت وقدرت أتغلب عليه بعدها قال لي أنا أستأذن أنا من ثلت عشر إلى 2006 كم المشوار وفعلا صار هو على قوتهم يعني الميكانيكي لي ويوسف البصيري هو التونل اللي يعير الجاتسكية أو الهتم كجهاز الفني نحن نتكلم ميكانيكي ونفس الوقت يعني أخوي عبدالهواب العمر هو مدير اللعبة عندنا وفي رياضة الدرجات المائية ممتاز يعني أتوقع وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة إبحمد فإذا في كلمة خيرة أحب توجهها تفضل أنا أحب أشكركم وشاء الاستضافة الجميلة ممكن صد فترة صغيرة ولكن بالعكس أحب أوصل معلومة جيدة إذا الله قدرني بهذا المجال ونفس الوقت أحب أقول حق أي شيء شاب وشابة بالعكس إذا عندك هواية طورها استخدمها شكل إيجابي ماكو شيء يسمى مستحيل قلنا نحن بداية الموضوع أنه مستحيل الله مكتب لك فحط لك هدف وصدقني راح توصل له إذا مو في سنة سنتين ثلاث أنا 11 سنة والحمد لك وصوت وموري طيبة وبس مشكوري أعطيكم عافية إن شاء الله إن شاء الله يارب توصل رسالتك ونحن للأمانة فخورين فيك وبإنجازاتك الله يسلم شكرا 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 مشاهدين أكيد مستمرين معاكم والبعض يبحث على لقاب من خلال صحفي كتب حط لقب معين أو وجهة علامية حط لقب لنظيفنا لقاب بحث عنها بنفس وخلاها بضراعة بعدها معا نوصل الخول لكن بعد هذا فاصل